أحلى حاجة في الحياة هي الأمل الأمل إنك دايماً تبقى بتبص الأدام الأمل هو الطاقة هو الإحساس ببكرة هو التقدم النهاردة العنوين كلها يمكن في الصحف المصرية تتناوع بين العمل والأمل للحكومة الجديدة وده يمكن الإحساس والانطباع اللي حسناه من أول طبعاً ظهور التشكيل الجديد إلى حلف اليمين يعني تلمس كده في الشارع وده يمكن الواحد تلاحظها لأول مرة انتظار الناس الناس كانت بتتابع أسماء الوزراء وبتتابع السيرة الزيتية للوزراء وبتتابع التشكيل وتتابع حلف اليمين وكلهم اهتمام وده يديك انطباع رائع جداً فكرة إنه المواطن كمان معاك على الخط هو عايز جداً الحكومة الحقيقة أو التشكيل الجديد يعني أعطى أمل وحالة إيجابية رائعة جداً لأنه الحقيقة فيه تنوع فيه اختلاف فيه شباب فيه كمان تنوع في الاختيار فيه دمج لوزرات تحسن فيه مجهود مبزول علشان تظهر هذه الأسماء وهذه الحكومة الجديدة وده كمان بيدي على طول انطباع مش بس لدى المواطنين ولكن حتى حتلاقي إنه يعني العالم كله إدى انطباع وعناوين كلها بتتكلم على مرحلة جديدة وعلى تشكيل وزاري مختلف والحقيقة حقائب وزارية كثيرة متنوعة وجديدة وفكرة كمان إن انت بقى عندك كمان نواب النواب اللي موجودين فيه طبعاً نواب لسادة الوزراء ونواب لسادة المحافظين بتدي حركة مختلفة أولاً انت بتجهز جيل تاني وطبعاً النواب العدد الأكبر للشباب فانت في نفس الوقت بيديك ده أمل لأنه النايب يتعامل هو النايب هو المنافذ هو اللي حينفذ مع الوزير أو مع المحافظ وفي نفس الوقت انت بتعد أجيال جديدة فأعتقد إنه يعني الحالة اللي احنا شايفينها حالة إيجابية رائعة حالة كده يعني أطفت على السادة المواطنين وعلى الشارع المصري نوع من الارتياح وطبعاً الجميع بينتظر بإذن الله بدء الحكومة الجديدة ولكن منذ صباح اليوم الحقيقة عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أول مؤتمر صحفي للحكومة وده طبعاً بعد حلف اليمين الحقيقة مع هذا المؤتمر بدأت تتابع إنه الناس عندها حالة من الأمل المؤتمر كان في قوة حتى دكتور مصطفى وكأنه يتنفس من جديد يبدأ مرحلة جديدة مع فريق عمل كبير من السادة الوزراء والنواب وطبعاً واضح إنه في خطة محطوطة واضح إنه في استراتيجية مرسومة واضح إنه في أفكار كمان إنه العمل يبقى عامل إزاي أنا شفت المؤتمر الانطباع العام الحقيقة كان انطباع جيد جداً في مكشفة في مصرحة وفي بساطة يعني عجبني الحقيقة أكتر من شيء يعني يمكن ذكره دكتور مصطفى خلينا كمان نقول بأنه هذا المؤتمر السريع الإقاعي يعني أنت بالأمس كان حلف اليمين الاجتماع الأول مع السيد الرئيس والمجموعة الجديدة من السادة الوزراء والمحافظين واليوم على طول المؤتمر وهنا تحس إنك عندك إقاع جديد وإقاع مختلف أكد كمان دكتور مصطفى مدبولي على تنفيذ توكيهات السيد الرئيس للحكومة بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين ودي أنا لاحظتها يعني البداية على طول إنك بتكلم المواطنين وبتقول على خطة العمل بتاعتك وكمان نقطة أهمة جدا إنه الحكومة يكون لها طول الوقت التواصل مع المواطن لأن هي الحكومة هي اللي بتنفذ كل المتطلبات والتحديات وبتتكلم فيها تعالوا نبدأ كده مع حضراتكم ونشوف مقطع صوتي لرئيس مجلس الوزراء تفضلوا الحقيقة يعني كان يعني توجيه سيادة الرئيس لينا مبارح في الاجتماع الموسع اللي عقدوا مع يعني مجلس الوزراء والمحافظين ونوابهم إن التواصل الدائم والمباشر والمستمر مع المواطنين والشفافية في عرض كل التحديات اللي بتواجه الدولة والاستباقية يعني ما نستناش إن الأزمة تحصل وبعد كده نطلع نقول هي الأزمة حصلت ليه لو فيه شايفين إن حيبقى ممكن من الوارد لقدر الله في أزمة معينة لازم نبادر بالإعلان المسبق عنها وإن إحنا نبقى بنعرض الموضوع بمنتهى الوضوح والشفافية علشان يبقى المواطن نفسه عارف الموضوع وإيه التحديات اللي بتواجه الدولة عشان يقدر إن هو يعرف الدولة بتتحرك إزاي ويمكن علشان نحاول نضمن هذا الموضوع يمكن يعني أنا بحب أحد حضراتكم إن حيبقى فيه مؤتمر إسبوعي ثابت ومستمر حيبقى بعد اجتماع مجلس الوزراء حيبقى بنفس فازين لها القاعة حبقى أنا موجود فيه مع ممكن عدد من السادة الوزراء ونفتح مع حضراتكم مش فقط إن إحنا نعرض إيه اللي تم معه يعني منقشته جوى المجلس لا حنعرض كل شواغل للدولة والرأي العام على مدار الإسبوع ده وحيبقى الأساس إن إحنا نسمع منكم وأي أسئلة أو استفسارات ونرد على حضراتكم كما إن إحنا حنستغل إن يبقى ممكن على الأقل مرة في الشهر يبقى حاضر معانا أيضا كبار المفكرين ونقدر نقول مقدم البرامج والإعلاميين الكبار عشان برضو يبقوا موجودين معانا وبردو يسألوا ويبادروا بالطرح أي قضايا النهاردة عايزين من الدولة إنها تتكلم فيها ويعرفوا استفسارات عشان ينقلوها للرأي العام هذه الألية هتبقى ثابتة بعد كل مجلس وزراء هتبقى موجودة زي ما قلت لحضراتكم مش هدفها إن أنا آجي أقول لكم مجلس النهاردة ناقش إيه دا حيبقى جوز لكن الأهم لو في أسئلة لأي قضايا إنتوا حضراتكم شايفينها هنكون جاهزين إن شاء الله إن إحنا نرد عليها وده يبقى منبر من المنابر اللي نقدر ننقل كل شيء للمواطن وعشان يعرف إيه أهم القضايا والمستجدات طبعا الكلام اللي بيقوله دكتور مصطفى مدبولي دي التصريحات اللي أنا حاسة إن هي مهمة جدا هيا خلينا كده نعقب على بعض يعني ما قاله دكتور مصطفى مدبولي يعني فكرة إنه طبعا طلب السيد الرئيس بإنه لما يكون فيه مشكلة أو أزمة يتم على طول الكلام فيها أو يتم على طول التواصل أو قبل كمان وقوع الأزمة وقبل إنه يكون عندنا بسلا تحديات وعارفين إنه إحنا حيبقى عندنا مشكلة ما في أي موضوع أو في أي أزمة إن كانت لو أنت بدأت وطرحت معلومات وقدمت للمواطن وقلت له إنه هيحصل واحد اتنين ثلاثة الدنيا هتبقى مختلفة تماما فإذا كانت الحكومة هتعمل على ده فدي من الأشياء الهمة جدا ودي من الأشياء الجديدة إنه الحكومة يبقى عندها استباق لأي موضوع موضوع التاني برضو أيضا شكرا دكتور مصطفى مدبولي لأنه أعتقد إحنا وعدد من السادة الزملاء المزيعين كنا طلبنا يمكن من يعني شهور مضت إنه يكون دايما في لقاء وإنه نلتقي بالسادة الوزراء ونلتقي به دكتور مصطفى مدبولي علشان نعرف ما هي التحديات ما هي الأفكار ما هي الأشياء لأنه أيضا الإعلامي يعني يقدم لحضراتكم دايما معلومات أنتم تحتاجون إلى المعلومات ونحن نحتاج المعلومات أيضا كلها كاملة وواضحة ويكون فيه أسئلة عشان نقدر نرجع لحضراتكم بهذه المعلومات ونقدم هذه المعلومات للناس وللشارع ويكون فيه طمأنينة ومكشفة ومصرحة طول الوقت وتبدأ حالة الحوار فشكرا دكتور مصطفى مدبولي شكرا فمع البداية أعتقد كمان أنه لقاء يبقى موجود زي ما ذكر دكتور مصطفى مدبولي لقاء كل شهر ويكون فيه كل الموضوعات المطروحة يكون فيه طبعا السادة المفكرين وأيضا الإعلاميين أو المثقفين ويبقى ده حوار نقدر جميعا نستفيد به أعتقد كده إحنا بنجاوب على أننا أمام يعني تحدي جديد أمام حكومة تفكر وتتواصل يعني بشكل كبير منذ الساعات الأولى مع المواطنين طيب من ضمن أيضا التصريحات الهمة كان حديث سيد رئيس الوزراء حول أيضا استحداث منصب نائب رئيس الوزراء لأهمية التنمية البشرية والصناعة وده طبعا شيء كان مهم جدا في الحكومة الجديدة وده كمان حيعكس اهتمام الدولة في الفترة القادمة بملف الصناعة إحنا كلنا عارفين إنه في الأزمات اللي كنا موجودين فيها إنه ما عندناش خيار إنك تزيد من موارد الدولة بإنك تشتغل وتبقى حركة الصناعة والمكان تبقى موجودة بشكل كبير لأنه ده حينقل مصر نقلة تانية خالص نتابع مقطع آخر مع دكتور مصطفى مدبولي تفضله تطوير الأداء الحكومي والعمل على التوسع إنه هو ده اللي دايما كلنا بنقول بناء الإنسان والصحة والتعليم وكان اختيار الدكتور خالد عبدالغفار بحكم إنه هو طبعا لديه خبرة كبيرة جدا في المجالين يعني في الأساس الصحة والتعليم لأنه كان وزير تعليم عالي سابق وكان متواصل بصورة دايما مع التربية والتعليم وحاليا هو وزير الصحة والسكان وبالتالي لديه من الخبرات والتنوع الوظيفي إنه يقدر إنه هو يبقى مسؤول عن هذه الملفات المهمة جدا وطبعا هنا مش بتكلم فقط على صحة وتعليم ولكن بتكلم على ثقافة على شباب ورياضة على تضامن اجتماعي كل دي هتبقى ملفات يعني مسؤول السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية عن متابعتها بصورة دورية وطبعا أنا ببقى موجود معاه ولكن يبقى هو علشان يبقى يعني جزء مهم جدا في المتابعة اليومية عشان إحنا حنحط مستهدفات واضحة بأرقام واضحة لكل هدف من الأهداف اللي السيدة الرئيس كانت بها الحكومة طبعا الملف التاني وده الملف مش عايزة أقول الأهم لكن ملف من أهم الملفات اللي بتمثل قضية حياة أو موت للدولة المصرية هو التنمية الصناعية وعشان كده كان تكليف سيدة الفريق كامل للوزير بهذا الملف ويمكن بعض تساءل عن أن سيدته بيشغل وزارتين أو حقبتين ودول الحقيقة كان ليهم هدف مهم جدا سيد الوزير كامل للوزير الحقيقة من نقدر نقول عليه الحقيقة بمنتهى الأمانة كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى والحقيقة التفرق كبيرة اللي حصلت في وزارة النقل يعني ادتنا نطمئنين إن شاء الله إنه هو مع تولي أيضا منصب حقيبة الصناع حيكون بإذن الله قادر بدعم مجلس الوزراء كله إنه هو يقوم بهذا المنصب زي ما ذكر دكتور مصطفى مدبولي دور نواب طبعا في مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أعتقد هنا أنت تتكلم عن الدقة لما يكون عندك نائب دكتور خالد عبدالغفار وحاوة هيكون مهتم بالتنمية البشرية ودوره وخبرته وأيضا يعني طبعا سيادة الفريق كامل الوزير يبقى كمان مهتمة بالصناعة والنقل ولكن طبعا أنت هنا عندك نواب يعني عندهم من الخبرة والقوة والعمل والطاقة فأنت تتحدث عن الدقة يعني يمكن هذه المناصب اللي تم استحدثها كمان هتدي دكتور مصطفى مدبولي إنه يبقى هو بيتابع في كل مكان وعنده يعني فريق عمل قوي جدا فأنت بتتكلم عن الحقيقة دقة تم وضعها في هذه الحكومة ونتمنى بإذن الله هذه الملفات تبقى يعني تناقش بهذه الدقة ويتم التعاون فيها وتظهر كل الأشياء اللي احنا بنفكر فيها بنتكلم على تنمية بشرية بنتكلم على الإنسان بنتكلم على صحته على تعليمه على أداءه بنتكلم على الصناعة اللي هي بإذن الله تنقل مصر نقلة تانية فأعتقد ده هيبقى شيء مهم جدا كمان فيه تحدي كبير قوي بيواجه الحكومة وهو ضبط الأسعار في الأسواق وأنا سعيدة جدا لأنه دي من المهمات الأولويات اللي اتحدث فيها سيد الرئيس الحقيقة مع الحكومة الجديدة وأيضا وضعتها الحكومة الجديدة في البداية مواجهة التدخم بشكل كبير وده طبعا شيء مهم جدا لأن المواطن في النهاية بيشعر بشكل مباشر بكل هذه الأشياء فلما الحكومة هتهتم ويبقى عندك ضبط في الأسعار ويبقى عندك ضبط في كل شيء وفيه انضباط بشكل كبير كلنا كمواطنين هنرجع وراء وأنا تنفس فكرة السعر اللي هو موجود في كل مكان بحال وفكرة بعض العشوائيات اللي موجودة عند بعض التجار لما يبقى عندك ضبط وانضباط الدنيا هتتغير كتير وحيبقى المشهد بشكل كبير منضبط ويقدر المواطن يحس فعلا بوجود حكومة جديدة بضبط للأسعار وأيضا ضبط للسوق بشكل كبير نتابع أيضا مقطع آخر من كلمة رئيس مجلس الوزراء اليوم في المؤتمر الصحفي نتابع مع حضرتكم العمل على حد من التضخم وضبط الأسواق عشان السلع وتكون في متناول قدرات المواطن المصري زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الانتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة لأن الحقيقة كلنا مقتنعين تمام الاقتناع أن احنا أيلين صحيح فيه مجموعة من القطاعات الانتاجية اللي الدولة مركزة عليها الصناعة الزراعة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات السياحة ولكن كلنا مجمعين أن قطاع الصناعة لازم الفترة الجاية يشهد طفرة كبيرة في خلال الفترة القادمة حقيقة وإحنا بنتابع أيضا المؤتمر كده للحظة أنت تقول أيوة الحكومة عندها أدوار كثيرة عندها ملفات كثيرة ولكن كمان المواطن عنده دور هو برضو عنده دور عنده دور أنه هو حركة العمل العمل ثم العمل ثم العمل كل واحد فعلا يعني أتقن في عمله وانتبه لعمله وانتبه لحاله مع أداء الحكومة حيبقى فيه توازن يعني هنا الحكومة في هذا الميزان وهنا المواطن بعمله فتبقى الكفة كده تزوق مصر لقدام يعني إذن هو مش دور بس للحكومة لا دور لنا إحنا كمان كمواطنين إحنا أنت كل ما تشتغل وكفاقتك تعلى الحكومة هي اللي هتبقى بتجري هي كمان معاك لأنه المواطن هو الأداء اللي بتنفس كل ده الطاقة البشرية اللي موجودة في مصر شبابنا لزي الفل اللي بيشتغلوا في كل الأماكن وموظفينا وكل الطاقة يعني العملية اللي موجودة في مصر لو اشتغلت بهذه الكفاءة مع خطة حكومة مع تفكير مع أفكار كتيرة مع استراتيجية مع مراقبة حيبقى العجلة بتمشي أسرع بكتير بدل ما يبقى أنا دايما منتظر إيه الحكومة هتعمل لي إيه طب هيعملوا لي إيه ده طب أنا هعمل إيه أنا أشتغل كويس جدا وبعدين نشوف الحكومة بتعمل إيه صدقوني كده الموضوع هيبقى أسرع مشكلة الكهرباء طبعا على رأس أولويات الحكومة زي ما الأسعار كمان مشكلة الكهرباء في الفترة القادمة دي وبناء على توجهات سيد الرئيس اللي أشار ليها كمان واللي اهتم بها سيد الرئيس كان في خطابه مع الحكومة كمان إنه أشار رئيس الوزراء النهاردة بإن الحكومة بتعمل على موضوع الكهرباء والاهتمام بيه وخطوات جدة جدا إنه بنهاية العام الحالي نكون انتهينا من مسألة الأحمال وإنه مشكلة الكهرباء لكن في نفس الوقت تحدث فيه أمور تهم تخفيف الأحمال وإزاي ده ممكن يبقى موجود نتابع مع حضراتكم مقطع آخر تفضلوا أهم قضيتين النهاردة بعرف إنهم بيشغلوا الرأي العام وأنا بأكد إن أنا مؤمن تماما وعارف المواطن يعني بيطلبهم موضوع حلولنا مشكلة الكهرباء الموضوع الثاني ضبط الأسعار فعشان كده يمكن أنا كان أول اجتماعين النهاردة كانوا بحوالين القضيتين دول هناك طلبات أخرى طبعا ودي اللي حنشتغل عليها للتأتي ضمن التكلفات اللي سيادة الرئيس قال لها لنا لكن دول هم المشكلتين المهمين اللي محتاجين نتحرك فيه بصورة عجلة إحنا كنا يمكن أعلنت لحضراتكم عن خطة قبل طبعا حلف اليمين للتشكيل لما حصلت لأزمة الكهرباء إن احنا بنستهدف الإسبوع الثالث من يوليو إن شاء الله إن احنا نوقف قطع الكهرباء خلال شهور الصيف النهاردة كان الاجتماع للتأكد إن تم التعقد على كل الشحنات اللي احنا فعلا حتمكن وزارة البترول والكهرباء إن هم يحققوا هذا المطلب طلبت من السادة الوزراء إنه يحددولي تحديدا اليوم اليوم اللي حنروح جايين إن شاء الله في الإسبوع الجاي نقول لكم اعتبارا من اليوم كذا حنقدر إن احنا نقول نوقف قطع الكهرباء على الأقل في فترة الصيف ولكن اديت لهم تكلفات أخرى لإن احنا كنا حطين وأعلننا إن احنا عايزين قبل نهاية هذا العام تنتهي هذه الأزمة إلى الأبد فإن شاء الله حنشتغل على هذا الموضوع وده اللي أنا بأكد عليه إن احنا يعني بنتحرك وتحركنا بالفعل في هذا الموضوع دبرنا الموارد المالية المطلوبة ودي أرقام ليست بالقليلة وموارد كلها موارد دولارية وزي ما قلنا حوالي مليار ومئتين مليون دولار وده رقم ليس بالقليل تحديات الحقيقة كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بتواجه كمان الحكومة الجديدة ووراقها طبعا تموحات كبيرة للمواطن اللي بيأمل أكيد في حلول لمشكلاته اليومية أكيد المواطن يعني اللي يهمه تبقى الكهرباء موجودة وإنه الأسعار تبقى منضبطة وإنه حال ويبقى أفضل وده طبعا خلينا نقول إن مشكلة الكهرباء بتمثل كمان أزمة عالمية لا تقتصر بس على مصر وده طبعا في ظل التغيرات المناخية الكبيرة والصراعات السياسية اللي بنشوفها أو بيشهدها العالم في كل مكان خلينا نتكلم على التحديات وعلى أيضا مطالبة الحكومة الجديدة وخليني أروح في حوار مع دكتورة سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية دكتورة سهر مساء الخير يا فندم أهلا بيك يا فندم أهلا بالسيدة المشاهدين خلينا نقول لنفسنا يعني مبروك علينا هذه الحكومة وقللنا يعني كيف تري الاهتمام الآن وخصوصا إن إحنا أمام طبعا مجموعات اقتصادية جديدة وأمام فكر جديد للحكومة الجديدة تفضلي والله الحقيقة أنا شايفة أنه النقاط البرزة في التحديات الاقتصادية تم ذكرها عن طريق السيد رئيس الوزراء واضحة جدا أنا أحب بس يعني أزود كان حاجة وهي موجودة أصلا على فكرة اللي هقوله في استراتيجية الدولة اللي توقعت في عشرين وعشرين أولا إحنا بتكلم هنا كناهة الاقتصادية إن إحنا عايزين نوصل إلى نوع من الاكتفاء الزيت في الزراعة الدولة أمت بدور كويس أويس هذا الموضوع على فترة في نسبة للأمث والدرع ولكن أنا بحب أضيف حاجة إحنا دخلنا في اتفاقية البريكس ودخلنا في بنك التنمية بتاع البريكس وهم بيقوموا على إن التبادل التجاري ممكن يكون بالعملات المحلية فده دورين بالنسبة لده أولا الأمحة مثلا والدرع والحبوب بكلام ده كله عندك أكبر دول موجودة في البريكس بتنتجه زي الهند وزي روسيا وزي وزي وبالتالي إحنا ممكن نقدر نتعامل بده من خلال إما تبادل بضائع أو متبادل عملات وده هيبقى له أثر كويس جدا في أنه هو يخفف علينا في العملة اللي بيخلف يخفف في العملة ده بيعمل لي وفر أنا في العملة ليه؟ لأن العملة نفسها سعر الصرف ده تحد ذاته هدف كبير أي انخفاض في الجنية في النمو وصاد الدولار بيعمل تدخم صح ويزيد الأسعار صح وهذا أنا هنا بأعمل إيه؟ يوم ما أعمل استقرار في سعر الصرف يوم ما أنا حخفف التدخم يوم ما أنا المستثمر المصري والمستثمر الأجنبي اللي اتنين يعرفوا يمنوا التصليات المشروعات بتاعتهم بطريقة سليمة فده نقطة مهمة جدا نيجي على نقطة أحب أتكلم فيها الحياة لها توطين الصناع احنا كدولة مش هنفضل نستورد من الإبرا للساروق لا احنا كان عندنا قفزات حلوة جدا في بعض الكتاعات انهم بدأوا يشتغلوا يستوردوا التكنولوجيا بدل ما تستوردي مادة خام تستوردي التكنولوجيا بتاعت أي صناعة وتتجي تشتغل بها في مصر وإحنا شفناها في صناعات مختلفة فبالتالي توطين الصناعة أنا شايفة أن هذا من الأهداف الكويس جدا طبعا لا خلاف كلام سيدة رئيس الأزر على زيادة القاعدة الانتجية المهمة قوي قوي وجمد زيادة القاعدة الانتجية أنت محتاجة أن تتكلمي على توفر العجز الموجود في الموزنة العامة للدولة أنا دولة مصروفاتي أكتر من إراداتي فإن عندي سكان قعدة جديدة كل سنة بأرقام كبيرة ودخل علي ضيوف أو لاجئين يعني 10-15 مليون يعني دخل الدولة جوة الدولة أيوة علوا المصروفات علوا المصروفات يعني علوا التدخم صحيح في شراء وأسعر الشواء زادت وا 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 فده النهاردة بتعامل انت مشكلة جيوسياسية دخلت عندك وتتعامل معها ولها تأثير على الاقتصاد بتاعك فانت بحتاجة زي بقولك ان احنا نستجي فعلا في زيادة القاعدة الانتاجية وزيادة مواردنا والعغل على ان احنا السوق اللي هو الغير موازي اللي احنا بنسرميها اللي هو الموازي للسوق المصري اللي هو فيه ناس فيه عدد كبير من المشروعات مش رادي يدخل جوه المنظومة الرسمية للدولة ده لو دخل جوه المنظومة الرسمية حيفرق كتير جدا حيفرق في ارقامنا حيفرق في رقم النتج القومي حيفرق في كل حاجة ده عايز اقول لها حياتك حاجة الدرايب هتتوزع بدل ما تتوزع على خمسين في المية تتوزع على مية في المية صحيح فده هتزود الموارد الدولارية فده برضو يبقى خطوة مهمة جدا طبعا ما فيه شكل استثمار كالله ده أثير جيد جدا بالنسبة لنا الحقيقة التي استثمار رأس الحكمة كانت يعني كذلك تقول يعني خطوة قويسة جدا وقدت إلى الخطوات الجيدة اللي احنا عملناها من في ساعة في سوء النقد في البالية وفي خلافه وطبعا توقيع الاتفاقية مع الصندوق ومع البنك الدولي ومع الاتحاد الأوروبي كل ده كان له تأثير في وقت صحيح نتمنى يعني نتمنى أنه كل ما ذكرتيه فعلا ودي خطط أعتقد أن الحكومة هتعمل عليها ووضح أنه يعني في يعني تطقيق بشكل كبير في الوضع الاقتصادي نتمنى إن شاء الله كل الخير عموما أشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني دكتورة سهر الدماتي الخبيرة الاقتصادية أشكرك شكرا جزيلا كل اللي أنا أقدر أقوله لحضراتكم النهاردة وإحنا بنبدأ معاكم طبعا يعني بنتكلم من جديد عندنا أمل الأمل مهم جدا الأمل والطاقة والعمل العمل هو الأساس علشان يبقى عندي أمل لازم يكون عندي عمل اللي اتنين مش ممكن أبدا يمشوا بعيدا عن بعض أنا بشتغل ببزل مجهود بحاول ويكون عندي الأمل اللي احنا بنتطلبه كمان من الحكومة الجديدة إن احنا نفضل دايما متغزين بكل المعلومات لأن احنا عارفين إنه بيبقى فيه حقيقي مجهود بيبزل في الدولة وفيه مشروعات كتيرة جدا لكن أحيانا بيبقى فيه نقص في المعلومات فأنا لو أنا عندي طول الوقت المعلومة وطول الوقت موجودة في الإعلام وبنتبادل ما بين زي ما ذكر دكتور مصطفى مدبولي إنه دايما فيه تواصل حيبقى موجود وإنه المواطن حيتم إخباره طول الوقت ولو فيه أزمة حيتم استبقها وتوضيح البدائل والمعلومات الكافية يبقى احنا كمان بنقفل باب أي إشعاعات أو أي أشياء بر دولاب العمل خلينا نتفق بإنه نقول بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مع حكومة جديدة وعنواننا هو العمل والأمل فاصل ونتواصل مع حضرتكم وزي ما حضرتكم تبعتم حلف اليمين طبعا للحكومة الجديدة وبعدها بسعيد بدأ العمل مع الحكومة الجديدة عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لقاء موسع مع قيادات ورؤساء تهيئات التابعة لوزارة الصناعة وهذا الاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة في مستهل اللقاء أكد الوزير أنه يتشرف بثقة القيادة السياسية والحكومة المصرية بتولي حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل وأن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية مؤكد أكيد على أنه سيتم البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاقة على طبعاً سواعد العملين لكل العاملين في وزارة الصناعة وأيضاً هيئتها التابعة لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة قال الوزير أيضاً أنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها في تطوير الصناعة في كافة المجالات وفق لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيع محلياً بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصدرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخمات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة مثل صناعة الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم أيضاً ذلك في زيادة العملة الصعبة دعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية لفتاً أيضاً إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى توظيف وتشغيل بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة المشكلات للمصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصدرها للخارج لتجلب العملة الصعبة والتصديق الفوري لإعادة تشغيل من المهام أيضاً التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة في عودة النشاط بها وزيادة مساحتها طبعاً زي ما حضراتكم شفته كلام مهم جداً وكلام أيضاً يعني أعتقد كله مرتبط بشكل كبير على يعني الحركة اللي هتدب فيه وزارة الصناعة وأيضاً استكمال ما تم فيه يعني الخطوات اللي كانت يعني بدأت فيه أيضاً توطين الصناعة المصرية وأيضاً العمل على مساندة كل المصانع بشكل كبير طبعاً نحن نعلم أن طبعاً الوزير والفريق المهندس كامل الوزير كل النشاط دايماً بنشوفه وتابعنا قد إيه يعني وزارة النقل كان فيها إنجاز كبير جداً في أوقات يعني نقدر نقول يعني أكتر ويعني ما كانش كان مفروض أن الأوقات تكون يعني وقت من الزمن أكثر ولكن هو في يعني في زمن أقل قدر يقدم الحقيقة إنجاز كبير جداً ونحن نتوقع بإذن الله أنه إن شاء الله مجال الصناعة يشهد تطور ويتدور المكان يدور في مصر بشكل كبير ونقدر نعمل حقيقي توطين حقيقي للصناعة المصرية طيب تعالوا نروح بقى لخبر تاني نروح للكورة المصرية دايماً الكورة المصرية عندها قصص وحكايات إيه الحكاية النهاردة؟ حال الكورة المصرية كده غريب بصراحة يعني كل خطوة فيها أزمة وفيها مشكلة يعني أنا من الناس اللي نحلم كده كورة بقى نشوف كورة ويبقى فيه مشاكل كده بسيطة بس الدنيا تعدي لكن اللي واضح إنه اتحاد كرة القدم مش عارف يدير اللعبة ولا عارف ينسق يكون فيه كده عنده علاقة قوية مع المنتخبات اللي حاصل طبعاً إيه الموضوع؟ اللي حاصل إنه أزمة المنتخب الأولمبي طبعاً إحنا عارفين إن إحنا عندنا أولمبيات باريس والمفروض المنتخب الأولمبي يشارك فيه أولمبيات باريس القلاص القادمة جداً فالمنتخب الحقيقة أرسل يعني قائمة إنه عنده نقص في اللعيبة وبسبب رفض بعض الأندية إنها تشارك فيه إنها تقدم يعني أو إنها يعني تساعده باللعيبة الكبار لكن المقيدين طبعاً فوق السن ولكن الحقيقة لقى رفض لارتباطهم بالدوري يعني الأندية رفضت قالت لا العيبة بتوعي دول مرتبطين بالدوري المصري القصة إن كل منتخب أولمبي طبعاً ليه الحق إنه يضم ثلاث لعبين فوق السن يعني فوق 23 سنة ويبقى كده الدنيا تبقى أمان بالنسبة له ولكن لحد دلوقتي ده ما حصلش اللي عرفناه إنه زيزو طبعاً لعب الزمالك طبعاً الشهير المعروف يعني فيه كده إنه يعني تم الموافقة إنه يبقى موجود ضمن اللاعبين لكن كان نفسهم كمان إنه الأهلي يكون فيه إمام عشور ومحمد عبد المنعم لكن الأهلي رفض وطلبوا كمان ضم مصطفى فتحي من بيرامدز وكمان جي رفض من بيرامدز بيرامدز ما وفقش إنه ينضم اللاعب بتاعه طبعاً دلوقتي فيه مشكلة كبيرة الدوري شغال وكل طبعاً الأندية عايزة تحافظ على اللعيبة بتاعتها طيب المنتخب بقى الأولمبي يعمل إيه والحل يبقى عامل إزاي والقايمة دي بتمثل مصر وعندنا أولمبيات باريس وقصة كده ودايماً عندنا قصص وحكايات خلينا نروح للقصص والحكايات والحلول الناقد الرياضي محمد عرائي مساء الخير أهلاً بيجاً أزا شافكي بتشرف دائماً بتواجه مع حضرتك أهلاً بمستمعينك ومشاهدي طيب الحل القصة إيه هنعمل إيه في المشكلة دي يعني إحنا بنتكلم على يعني إحنا خلاص في نفس الشهر عندنا أولمبيات باريس والمنتخب الأولمبي غير مكتمل الحل إيه لا الحمد لله خلاص هو كان فعلاً كان فيه مشكلة كما حيك قلت ولكن المشكلة تحلت والمشكلة على فكرة محلولة من إمبارح لأنه ببساطة إمبارح يعني اتحلت إمبارح آه اتحلت خلاص الحمد لله إمبارح كان آخر موعد لتسجيل يعني كده كده التسجيل مش مفتوح لتاليك موعد محدد حطوا يعني لجنة الأولمبيات الدولية حطاه عشان تسجل قايمتك وبفعل اتحاد القرى والمنتخب الأولمبي سجل إلعابة إمبارح طبعاً زي ما حيك قلت اللي هم مين يعني دلوقتي التلاتة اللي احنا منتكلم على زيزو هقول لأ حضرتك كل التفاصيل اللي هو كان في خلاف كبير طبعاً زي ما حيك قلت فعلاً من الآخر كده عشان الناس برضو تبقى فاهمة في حاجة اسمها اللعيبة الأولمبيا اللعيبة الأولمبيا دول انهم مثل نهم تحت 23 سنة دول مفهمش المشكلة الآن دي بتاعتهم صعب جداً ان نادي يرفض نضم لعب أولمبي اللي هو من الجيل اللي لازم يلعب الأولمبيات انه يصب انه يكون موجود في المنتخب ولكن من ضمن القواعد ومن ضمن الامتيازات اللي تديها اللجنة الأولمبية للمنتخبات المشاركة ان من حق كل منتخب انه هو يضم ثلاث لعيبة كبار السن يعني ايه لعيبة ثلاث لعيبة كبار السن اللعيبة هم فوق 23 سنة اللي هم موجودين مع المنتخب الأول وبالتالي ده امتياج مهم المفروض كل الأندية او كل المنتخبات بتستغله هي المشكلة كانت في دي هقول لحضرتك لي اول حاجة مستر ميكالي المدير الفني المنتخب الأولمبي اختار ثلاث لعيبة بالترتيب محمد عبد المنعم لعب النادي الأهلي انو عشور لعب النادي الأهلي وزيزو لعب النادي إزا مالك هل ده كان هو الاخترارات الأولية لا ده ما كانتش الاخترارات الأولية كان قبل كده طبعا في محمد صلاح وكان فيه تريزيجي وكان فيه مصطفى محمد ولكن للأسف في الإصابة مناعته ولكن أندية صلاح وأندية رزيجية رفضت أن هم يكونوا متواجدين وبالتالي النهاية خالص أو النهاية كانت بالنسبة لمستر مكالي الثلاث لعيبة دول اتصدموا بحاجة مهمة جدا أن الأهلي بينافس زي ما حيك عارفا أن الأهلي بينافس على بطولة الدولة العام وبينافس برامة زي مثل خلاص المنافسة اقتصرت على الناديين دول وبالتالي لما تم إرسال أسماء اللعيبة الكبار للنادي الأهلي طبعا مستر كولر المدير الفاني للنادي الأهلي تحفظ وبيشدة على فكرة التفريط في اللعيبة بتاعته اللي هم إمام عشور ومحمد عبد المنعم التقدم المتخب المنبي يتكلم في اللعيبة تانية زي أسر إبراهيم برضو الموضوع كان مرفوض ولكن الأهلي مرفضش اللعيبة الأولمبية اللعيبة الأولمبية اللي هم هي زي ما احنا متفقين اللي هم اللعيبة هي اللعيبة اللي كانوا خلاص إحنا متفقين عليهم أو منتخب الأولمبي متفق عليهم محمد عبد المنعم إمام عشور وزيزو إذا مالك يعني مشكورا طبعا ما كانش عنده مشكلة لأنهما بدأفس على طولة الدور العام أو بتاعت بشكل كبير على المنافسة فبالتالي هو وافق على زيزو كان في بقى مشكلة ثانية واجهة المنتخب وهي إبراهيم عادل إبراهيم عادل من اللعيبة اللي هم المفروض اللعيبة الأولمبيين اللي هم تحت السن ولكن برامدز كان يأمل إن إبراهيم عادل يلعب مباراة الأهلي قبل الصفر المنتخب المفروض يسفر يوم عشرة ومباراة الأهلي يوم اتناشرة فبالتالي برامدز طلب إنه يتم تأخير صفر إبراهيم عادل إبراهيم عادل يلعب مباراة الأهلي بعد كده يسفر طبعا ده برضو أمر لقى رفض من النادي الأهلي لو إبراهيم عادل هيكون متواجد وبالتالي أنا عندي ثلاث لعيبة اللي هم صغيرين عايزهم هم كمان برضو يتأخروا في الصفر فكانت برضو مشكلة إلى أن تم اتفاق النهاردة بتدخل طبعا من النايب أحمد ياب رئيس ربطة العندية المصرية وتم إلهاء الأمر بشكل كامل إنه فيه تنين لعيبة من فوق السن هم اللي هينضموا بشكل نهاي أحمد مصطفى عزيزو زي ما قلنا من نادي الزمالك والنجم الكبير بقى اللعيبة كلها هتبقى تحت السن اللعيبة اللي هم زي ما قلت الحضرات يعني خلاص حيبدأوا بقى التمرين والمعسكر بكرا المعسكر بكرا المعسكر بانضمام كل اللعيبة بما فيهم وعيبة الأهلي ولعيبة ببرمد ولحد دلوقتي ما فيش أي خروج للعيبة من المعسكر وهم مكملين لحد ما عاد الصفر وهيكون فيه مطشين مطشين وديين قبل المباريات الرسمية وبالتالي في اللحظة أنا بكلم حضراتك فيها دي خلاص الحمد لله ما فيش أي مشكلة فعلا طبعا كان فيه مشكلة ومشكلة كبيرة ويعني شد واجذب كبير جدا خصوصا أن محمد العالمية ناسم وإحنا ما ينفعش ما يبقاش فيه مشاكل في الكورة المصرية والله يعني صح كلام عليك مضبوط نحن طول الوقت يعني ما بنلاقيش وتحس أن فيه جزر منعزر يعني ده في جزيرة وده في جزيرة يعني طول الوقت يعني الناس اللي دخلة في الكورة أستاذ شافكي ومنغامسة قوي في المجال للقرار ويعرفوا أن الحاجات دي لها أسباب منها مثلا أن الأندية في الغالب أقوى من اتحاد الكورة ودي حاجة مشكلة كبيرة جدا بنعاني منها أن لازم اتحاد الكورة وراسة الأندية يكونوا ليهم الأبر هند واللياد العليا دايما يكونوا هم الأقوى في المنظومة الرضية ولكن للأسف قوة الأهلي دايما الأهلي عنده قوة جمهرية الزمالك عنده قوة جمهرية عنده كورة ما عندهش جمهور يدفع عنه فبالتالي طول الوقت وطبعا أولو حيك على حاجة برضو بس أخد بالك انتحاد الكورة عنده المنتخبات يعني منتخب مصر ده كل مصر الدفع عنه بس ما عنده الظاهير جمهيري يعني دايما حتى احنا لما نلاقي دايما الناس انتمعتها برضو للأندية للأسف غالب عليها أكتر من المنتخبات يعني نلقى طبعا دي حاجة خاطئة جدا ولكن برضو لو نجي نتكلم في المشكلة الأخيرة دي رسل جافي عشان نكون منصفين الأندية برضو ليه حق لأن برضو البطولة الأولمبية مش مدرجة في الأجندة الدولية وبتالي الأندية من حقها ترفض بدليل بص من حقها ترفض وكل حاجة بس يعني أنا بتكلم بقى يعني على المحلي مش هتكلم على ليفر بول يعني ليفر بول مش هنقوله معلش عشان منتخبنا الأولمبية حامل اسم مصر لو سمحت أدينا ناس لكن أنا بتكلم على منتخباتنا احنا أو أنديتنا لجوة يعني لو أنا عارف إن ده المنتخب الأولمبي اللي هيسافر ويمثل مصر أرجع وراء بقى وفكر الأندية دي برضو ما أعضرتك صبعا حق بس برضو الأندية دي بتنافس على بطولات وبطولة الدوري مثلا وإحنا دلوقتي بأي حال من الأحوال أكون بكلم حضرتك النهاردة ويكون الدوري المصري لسه مخلص كل دوريات العالم خلصت بما فيهم الدوريات الأوروبية ودوريات العربية دي مشكلة تانية عايزالها يعني أعضى نعود طول اليوم كده نتكلم لأنه أنا بتالي أطول دوري وأكتر دوري معقد هو الدوري المصري اللي هو عايز حلول كتير يعني من الكاف طبعا نتحدى الأفريكي لدور كبير أيا كان لسبب إيه ولكن إحنا المفروض يبقى شغلنا الشغل للفترة اللي جاية أن إحنا بطولتنا يكون منتظمة بطولتنا يكون لها معاد بداية ومعاد نهاية نخلص بدري جدا قبل يعني نخلص في المعيد المحددة نخلص في المعيد المحددة صحيح عشان ما يبقاش في ضغط على الأندية عشان الأندية برضو بيهمها تاريخها وإسمها وجمهورها وقصة كده يعني طيب نتمنى الخير يبقى إذن إحنا حنقول إن تم الحل واللعابة اكتملوا وغدا بداية المعسكر وإن شاء الله كل الخير أنا قد رياضي محمد عراقي بشكرك شكرا جزيلا يعني من الحاجات اللي بتمنىها بصراحة حكاية الكورة وإن الدنيا كده تبقى هادية نروح للفن كده والذكرة اللي هتكلم عليها الفن الجميل يعني فنان فنان من فنانين الحقيقة المختلفين فنان رائع طبعا راحل عنها ولكن ليه كده بصمته بصمته الخاصة يمكن أنا كمان من جيل هذا الفنان علاء عبدالخالق فنان اللي بتمر ذكرى رحيله الحقيقة وعلاق عبدالخالق يعني لما تتتبع مشواره الرقة الرومانسية التهزيب حتى هو لما مر بحالة صحية ما كانش الحقيقة من الناس اللي بتتكلم أو بتشتكي يعني مشواره طول الوقت مشوار هادئ مليان بس بالفن ومليان بالإنتاج والحقيقة يعني يمكن الزملاء ومن الفنانين احتضنوه ويمكن في فترة مرضه الأخيرة وكانوا طول الوقت معاه والناس الحقيقة كانت بتسمعه لأنه حتى أغاني علاء عبدالخالق كلها جميلة كلها منتقاء ألحان جميلة كلمات جميلة وتجربته مع الأصدقاء طبعا الفنان العظيم الموسيقر الكبير عمار الشريعي كانت تجربة مش ممكن حد ينساه بتتزامن الحقيقة الزكرة 4 يوليو كمان بعد مسيرة كبيرة من العطاء لعلاق عبدالخالق ورغم أنه كلمات أغنيته الشهيرة يعني كان بيغني طبعا مع يعني دايما كلها حب في جمهوره وأصدقائه زي ما أنا قلت لكن عمرنا ما ممكن ننسى أبدا علاء عبدالخالق أتمنى أنه دايما نفتكره بكل خير ونفتكر دايما أنه وعلاق عبدالخالق هو الإحساس شجن هدوء يعني رقي مش يعني دايما مشواره مرتبط كده بإسمه يعني أنا دايما بفتكر كمان أغنيه بالذات السولو اللي كان بيغنيها مع الأصدقاء أو حتى أغنيه كان مع فريق الأصدقاء وهو عمل حاجات كتير كمان مع فنان عمار الشريعي حتى بعيدا عن الأصدقاء رحل علاء عبدالخالق عن عمر تسعة وخمسين عام وطبعا النهاردة الفنان حسام حسني بيحيي ذكرى علاء عبدالخالق بلمسة وفاء وامتنان حقيقة رائعة جدا يعني شيء جميل جدا أنه نفضل نتذكر فنانينا ويكون الحقيقة الزملاء هما اللي بتذكروا الفنان حسام حسني مساء الخير يا فناني مساء الخير أستاذ الشفكي مساء الخير عليك مساء الخير على جمهورك وعلى كل اللي بيسمعنا وبيشوفك يعني أنا دايما بقول أنه علاء عبدالخالق كان شبه أغانيه طول الوقت هو شبه شبه مشواره رقيه وهدوءه هو الحقيقة علاء أصله فنان يعني هو خليج معد الموسيقى العربية وعلى لما اختار آلة عشان يهزف عليها اختار آلة رقيقة جدا وعذبة جدا وشجية جدا اللي هي آلة الناي صحيح يعني علاء عبدالخالق أصلا عازف آلة الناي فما شوفي كمية الشجن اللي كان بيطلع منه أثناء عصفه انعكس على غناءه ده أولا عبدالخالق علاء يعني أنا شخصيا كزميل يعني من أحسن الناس اللي شفتها في أخلاقه كان يعني اسمه على مسمى هو خلوق خلوق جدا أوي أوي وكان علاء يعني عاوز أقولك يعني بيتكسف علاء ممكن كان خجول كمان جدا صحيح صحيح دي حاجة حاجة تانية بقى لما فنان كبير زي الأستاذ عمار الشريعي وهذا العملاق في الفن الشرقي يروح معهد الموسيقى العربية عشان ينتقي أصوات في مطلع التمنينات عشان يكون فرقة موسيقية فيختار الأستاذ علاء أو الأستاذ حنان أو الأستاذ مونة من كل هذا يعني من كل الطلاب اللي موجودين في مختلف المراحل كان أولى ولا تانية ولا تالت ولا باكادريوز معهد موسيقى عربية ويختار الثلاثة دول إذن الثلاثة دول فيهم حاجة مميزة صحيح وأنه يختار علاء كولد يعني من وسط ناس كتير أنا عاوز أقولك إن في الفترة دي كان الأستاذ محمد الحلو في باكادريوز كان الفنان عمر دي بيدرس كان ناس كانت لطيفة في تدرس كان ناس كتير أول بيدرسه خل بالك هو كمان بص أستاذ حسام هو الموسيقار عمار الشريعي اختار الشباب اللي هم يعني شبه الحالة شبه الزمن شبه الشباب في الوقت ده أنا جات لي الفرصة إن أنا أسأل عمار الله يرحمه أستاذ عمار الشريعي وكان طول عمري يعني عاوز أعرف السبب أه قلت له إنت ليه اخترت علاء مع إن علاء مش قسم أصوات بقسم عصف وبيعزف على الناي أيو قال لي كنت عاوز الناي لفرقتي يغنب بصوت الناي الله حلو حلو أنا اخترت علاء أيوة يعني يبقى كأن علاء بيلعب صوت الناي جوه الفرقة بصوته ده كان رد بريخ جدا من عمار الشريعي ده موسيقار عظيم ما بيفكرش غير في الألات وأصواتها وأكيد وبرضو عوز أقول برضو معلومة للناس اللي بتسمعنا إن الراحل علاء عبدالخالي مر بثلاث مراحل فنية المرحلة الأولى كانت مع الأستاذ عمار الشريع وفادة الأصدقاء والمرحلة التانية كانت مع الأستاذ حميد الشعري والألبومات اللي عملوها من منتصف الثمانينات لغاية منتصف التسعينات والمرحلة الأخيرة اللي هي كانت بعد أستاذ طارق مذكور والأستاذ محمد مصطفى الموزعين الكبار جدا جدا وعملوا فيها إنتاج كبير جدا زي دار الموشك عني وداري وزي قلبي طيارة ورق والحاجات اللي عايش وغاية دلوقت طبعا حقيقة عايز أقولك برضو إن علاء كان متميز جدا في انتقاء الألحان وخصوصا الكلمات صحيح يعني لما يغني غنوة زي قلبي طيارة ورق شو في قدي إيه صحيح وبرضو معلوما التاريخ علاء هو المطرب الوحيد اللي غنى للأب صح فعلا إيه دي بتطور على إيدك لما والده رحل عمله كنه ومخصوص صحيح لا يعني يعني مهما تكلمنا على علاء عبدالخالق بنتكلم على يعني منتهى الرقية في كل شيء يعني كانت كمان كان ليه كان ليه خصوصيته يعني يمكن برضو أنت ذكرت في الوقت ده يعني عدد الفنانين والأصوات الشبابية كانت كتيرا الحقيقة والكل كل واحد كان عنده اتجاه لكن علاء عبدالخالق دايما كان عنده حالته الخاص وشريته وناسه وجمهوره يعني مش ممكن أبدا ننساه طب أنا يعني عايزة أختم اللقاء ده يعني قول حاجة كده لعلاء عبدالخالق تحب تقول إيه أنا عوزة أقولك إن علاء من الناس اللي حافظوا على الهوية الشرقية للأغنية المصرية صح يعني علاء ما حاولش يتفرنج ما حاولش يبقى فرانكو أراب ما حاولش يبقى غربي علاء لأنه دارس موسيقى شرقية ولأنه عازف للناي يعني ده ولأنه عازف للناي الناي ده صوتنا صوتنا من جوانا طبعا صوتنا من جوانا الناي ده آلة مصرية فرعونية طبعا طبعا فعلاء هتلاقيه في كل أغنية وألبوماته حافظ على الهوية الشرقية للغنوة المصرية صحيح في زمن الفرانكو أراب طب أنت أنت بتدندن له إيه يعني أنت لما كده أنا بحب كل أغنية أنا بحب كل أغنية أنا كمان بحب كل أغنية أنا كان ليه الشرف أن أنا اشتغلت كمان عكعازف موسيقي على الآلة الأورج سنة مع علاءة قبل ما أغني أيوه فتفدت منه كتير جدا في تجربتي اللي جد بعد كده طب لما كنتوا بتعودوا مع بعض كنتوا بتغنوا إيه حاجات كتير جدا زي إيه بقى زي داري رموشك عني وداري داري داري ليه بتحب تزيد في الناري ناري ناري مثلا من الأغنية أنا بحب قاله جدا صحيح والحب لي صاحب أيوه طبعا ده أحمد منيب ده طبعا طبعا هيده برضو من مراحي الحميد وأحمد منيب وعلاق عبدالخالق عمل وأسر طب أكمل الحب لي صاحب أسروا أسروا الحقيقة الموسيقى الشرقية الجديدة بتاعتنا بحاجات كتير جدا صحيح صحيح قلبي طيارة ورق دي من أغاني الجميلة جدا صحيح قلبي طيارة ورق قلبي طيارها الفوق ولا علاء كمان ليه طريقة في نطق الكلام الحقيقة ليه طريقة في نطق الكلام ويربطك يعني هو حق حتى لو تفتكر الأغاني بتاعت الأصدقاء كان فيه أغنية على الحدود وإحنا ماشينا على الحدود الحدود دي أنا كنت بسمعها يعني أنا كنت في الوقت ده بسافر كتير مع أهلي وأشتبر كتير أنا فكرة الأغانية دي كان بتأثر فيها جدا يعني اللي هو تتقطع بقى على فرائك لمصر يعني فلأ يعني الأغانية حلوة جدا أنا أفرم من موليد دولة الكويت أنا كنت بحس بمصريتي قوي قوي لما بسمع الغنوة دي طبعا وأنا بعيد عن مصر إحنا بنحب مصر أي حاجة بس على مصر على طول بتأثر فينا وأنا عايزة أقولك أن على عبد الحلق يعتبر ابن من أبناء مصر البارين اللي قدروا يوصلوا يوصلوا صود هنا مصر للعالم كله طبعا نعمل اتفاق كده مع بعض يعني نعمل اتفاق كده أنه نعمل كده نحي فقرة حلوة جدا إحنا خلاص في الصيف ويوم الخميس أهو موجود شوف يناسبك إمتى ونحي فقرة بنائية لطيفة كده أنا كنت بتكلم مع حميد الشعري ومع إيهاب توفيق ومع محمد موحي قالوا إحنا عاوزين نعمل حفلة مخصوص باسم علاء عبد الخالق وكل واحد فينا حيطلع يغني مجموعة من أغني علاء وتبقى حلوة جدا جدا يعني فإحنا فعلا خلينا إحنا نعمل البروفات هنا في التاسعة وبعدين الحفلة تتعامل في المكان اللي أنتوا عايزين إحنا نتشرف خلاص يعني خلينا نعمل ده وبعدين يعني رئيس تحريرنا هو يعني عالم الفن كله بتاعه فخلي يعني مصطفى كده حمدي يرتب ده ونعمل كواليسها والناس تتحمس وبعدين ده يبقى هو كواليس وبروفت الحفلة إيه رأيك أكيد طبعا لأنه بجد إحنا ودي أقل حاجة أن نعملها العلاق أنا عايزة أقول لك حاجة قبل ما تسيبنا أنا اكتشفت أو كتير يعني سادة الأجيال اكتشفت أنه هذا الجيل اللي كان وقتها النقاط يقولوا إيه الأغنية دي إيه الكلام ده بالنسبة لبعض الأغاني اللي موجودة دلوقتي أنتم أسادزة فأحنا بنعتزركم يعني إذا كان ده كان حصل لكن بجد نفسنا نسمعها كل تجربة جديدة في الأول بتلاقي منتفاضين لها وبتلاقي بيهاجموها بس أقول حقيقي جيل التسعينات ده والثمانينات ده لا يعود أولا متمسكين تحبوا بعض جدا بقيين بتحيوا ذكرى بعض كلكوا على قلب رجل واحد وده حصل في حاجات كتير قوي الحقيقة الحمد لله أنا بشكر سعادتك على يعني على اللمسة الجميلة من حضرتك أن تحيوا ذكرى واحد مننا طبعا يعني فأنا بشكر سعادتك وبشكر كل الناس اللي بتحب عليها عبدالخالق كل اللي بطلوبوا منهم دلاتي هم بيسمعونا بس وإحنا بيسمعونا دلاتي يدعولوا بالرحمة أكيد ندعيلوا بألف ألف رحمة كل ما نقدم كلمة راقية وفن راقي أكيد هو في القلوب ذكرى معمر القلوب بشكرك شكرا جزيلا وحنكمل الوعد بتاعنا إن شاء الله ونعمل احتفالية ونغني الغنى ده أحلى حاجة كلما يعني استطعنا أن احنا نبقى موجودين بشكرك شكرا جزيلا فنان حسام حسني وأيضا يعني أكيد نتذكر دايما فناننا الجميل الرائع على عبدالخالق هناخد فاصل ونرجع نتواصل كمان زي ما بدأنا مع حضراتكم بنتكلم عن حكومة جديدة جمهورية جديدة ومرحلة جديدة كلها أمل والأمل لازم يكون عنوان الأمل عمره ما كان ضعف الأمل قوة ولكن الأمل علشان يبقى ماشي مستقيم يبقى وراء العمل هنكمل كلامنا عن الحكومة الجديدة ونتكلم أيضا عن أشياء كتير بعد فاصل قصير أرجوكم عودوا إلينا أهلا بحضراتكم أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن هناك عدد كبير من الموضوعات اللي بتهم المواطن على مائدة الحكومة الجديدة قال كمان أنه حريص جدا على اختيار كفاءات تحقق تكليفات السيد رئيس الجمهوري فده اللي هنتكلم فيه نتكلم على حاجات كتير جدا مهمة وحضراتكم كمان مهتمين تعرفوا أشياء مهمة ما هي الملفات المهمة اللي هتكون على أكيد كل الملفات مهمة بس فيه طبعا ملفات كمان مهمة أمام الحكومة معايا في ضيافة التاسعة دكتور محمد الشوات فيه أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال وعميد كلية التجارة جامعة الزقذيق سابقا دكتور محمد بساء الخير يا فن بساء الخير يا فن تحية لحياتك وستدر مشاهدين انطباع الأولاني عن هذه الوزارة يعني أقولي كده انطباع سريع بعنوان سريع هو الحقيقة طبعا وزارة اخترناها في مدة شهر فأكيد تم دراسة ملفاتها وتم فيها التشاور اتنين وزارة تم فيها دمج مجموعة من الوظائف ومجموعة من الوزارات على أساس ان نطلب مطلب قومي ان تتخفض عدد الوزارات إلى 19 أو 24 وزارة فاستطعنا نحل مشكلة الأولى الحاجة التالتة الحقيقة اللي هو ملفات الوزارة في ضوء التكليف كانت ملفات تمس حالة المواطن المصري ربما يكونوا التلات حالات دولار بناضافة إلى الملفات القومية أو الأمن القومي وغيره ده حاجة لكن هو تلات ملفات دولار اللي قدر نقول انطباعنا عليها وبالتالي نتوقع خلال الفترة القادمة ان احنا عيوننا عليها عشان نشوف بقى مشاكل المواطنين هتحدث ازاي طيب تعالى نتكلم بشكل علمي ونبدأ نحط خطوط مهمة جدا احنا عارفين انه هذه الوزارة جاي في توقيت صعب جدا وتحديات صعبة جدا الشغل فيها صعب يعني فخيان نقول ما هي كمان التحديات الاقتصادية اللي بتواجه هذه شوفي حضرتك اقتصاد مصر مشخص لكل الناس يعني القضايا الاقتصادية في مصر مش محتاجة بحث احنا عندنا نتيجة الاشتراكية ونتيجة الاربعين سنة اللي فاتوا عندنا مجموعة من الازمات او اول مجموعة من المشكلات اول حاجة الهيكلة الاقتصاد الوطني هيكله مش متوازن وبالتالي مؤدي الى عجز ومؤدي الى مشاكل اللقطة التانية ان الاقتصاد الوطني يعتمد على الوردات بشكل كتير جدا وده يعتمد على الوردات بشكل كتير جدا فالمواطن بتاعنا حسب الازمة العالمية اكتر من الناس التانيين لأن 80% من المصريين دخول سبتة والأسعار ارتفعت في أوروبا تضخم والوجيسيات ارتفعت تضخم وكمان الطلب وعداد السكان والعميل في المسل اللي في من بره جوم هنا رحم كتفة مواطن هنا حسب الأسعار كتيرة فبقى وقف غير المنطقة كلها هو وقف على صفحة سياحة النقطة الثالثة كمان أن الأزمات العالمية أثرت على موارد الدولة الأساسية السياحة تحواليات المصري في الخارج قناة السويس فبالتالي موارد الدولة الخفض قناة السويس عندها مشكلتين الأزمة العالمية واللي بيحصل في فلسطين نتيجة الأزمة يعني 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 بتعاني من كل عندنا إحنا الحقيقة انطلقنا من 16 لحد 20 انطلق قويسة جدا وحققنا معدل نمو تجاوز الـ 500 صحيح لكن من 19 أو بداية 20 لحد النهاردة الأزمات العالمية حدث هناك تأثير على الاقتصاد الوطني صح ليه بقى؟ لأن كان الاقتصاد الوطن أدم معتمد على الآخر أو معتمد على الآخرين فيبقى هنا بتأثر أكتر عشان كده تأتي القضايا الأساسية إزاي نحلها إزاي نتكلم بها الأزمات العالمية أثرت على وردات الدولة إيرادات الدولة أثرت على أسعار الراحل للمواطن أثرت على الانتاج وحركة الانتاج داخل التصنيح عشان كده ما نيجي نقول النهاردة المشاكل مشخصة الحكومة هتعمل إيه؟ إيه أولوياتها؟ عشان نقدر نشتغل يعني خلية نقول من أهم التحديات أنت حضرتك بتتكلم دلوقتي على الحلول يبقى إحنا عارفين التحديات اللي عندنا عندنا تضخم عندنا أزمات العالمية مأثرة علينا مأثرة على الاقتصاد وعندنا طبعا الاستيراد يعني طيب الدولة بقالها فترة مع الأزمة بدأت في مسألة تقليل الفاتورة الاستيرادية وبدأنا نحس أنه يبقى فيه كل ما تقدر تعمله يعني والصناعة حل أولي حل مهم النهاردة عندنا كمان في الحكومة الجديدة استحداث لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء للصناعة الفريق مهندس كامل الوزير خليني أقول أنه توطين الصناعة ممكن يوصلني الفين يعني أو الصناعة اللي عندي لو أنا اشتغلت عليها بشكل كويس جدا إزاي تقدر تساعدني في هذه التحديات شو يا فنم مشكلة مصر لا تحل إلا بالإنتاج بمعنى أن كل جهود الدولة النهاردة لازم تروح على أن الإنتاج والإنتاج يكون مصري سواء إنتاج زراعي أو إنتاج صناعي أو إنتاج خدمات أو جيد بإذن في هذه الحالة إيه لأن زي ما قلت حدرتك أن القضية عندنا تشغيل يبقى لازم أشغل عشان أشغل مصانع عشان أيدعمل عشان يجيب إنتاج التشغيل بقى أخذ أحسن أنواع الإنتاج فيه تيجي التصنيع التصنيع النهاردة عشان أشتغل يبقى لازم يكون عندي مزايا نسبية أشتغل عليها العالم بالرغم من أزماته اللي أنه بلعب لصالحي بالرغم من أزمات العالم اللي موجودة دلوقتي إلا أني لو استطعت أشتغل معاها شغلة أفضل حيلعب لصالحي بمعنى اللي أنا عندي طاقة غير مستغلة عندي موارد بشرية رخيصة أصدر عمالة رخيصة عندي أسواق متسعة بتاعت أفريقيا والدول العربية بنيت السنوات السابقة بنية تحتية قوية جدا أصبح عندي مواني طرق النهاردة كبيرة أصبح عملت طاقة جديدة ومتجددة عندنا أكبر مكان للطاقة الشمسية عندي مواني حيوية كتير ومواني جافة وعندي كل الحاجات دي في نفس الوقت كمان الوقت اللي أنا عندي موارد بشرية كتير ورخيصة وعملت مناطق توطيط صناعي وعملت مواني تحتية أوروبا بتعاني من الشيخوخة وفي نفس الوقت كمان تضخم عندها تضخم انتاج طلب يعني فإذا في هذه الحالة هي من مصلحتها أنها تبحث عن مواطن جديدة للتصنيع عشان تطلع منتج إذن أنا أوروبا اتفقنا دلوقتي مصالحنا اتفقت في أن يكون كل واحد ياخد حتياغ في أن يكون نقل الصناع نقل التكنولوجيا نقل المصانع لأن أوروبا عبارة عن أكبر شركات متعددة جنسية صحيح وبالتالي هنا الاتفاق الأوروبا بالمصر الأوروبا الاتحاد الأوروبا دي كان موجود من مصلحتنا كثير جدا أن نحن نشتغل عليه يعمل لنا إيه أولا نواطن صناع نجيب صناعات هذه الصناعات نحول بيها تكون أولا نقدر نحل محل الوردات وكمان مش تحل لأن أنا مش فاتح مناطق صناعية وعمل البنية التحتية دي كلها عشان أعمل لإحلال محل المنتج الأجدابي لأنا عامله عشان يكون هناك مركز تصدير لأننا عايز أعمل يكون مصر مركز استراتيجي لخدمات العالمية وخدمات التصديق دي خليني أقف عندي جملة الحقيقة يعني يمكن كان يعني في الأسبوع بداية الأسبوع ده كان الحقيقة يعني مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي الحقيقة يمكن رئيسة المفاوضة بالاتحاد الأوروبي ذكرت جملة يعني توقفنا عندها قالت لو تعوان الاتحاد الأوروبي مع مصر ممكن يعني نهد جبال العالم سيحتلف فنهد جبال دي يعني معناها أن هم جايين بمنتهى الثقة بيمدوا إيدهم وهم مش هيمدوا إيدهم لمصر إلا لو شايفين أنه فرص العمل مع مصر كبيرة ما هي الفرص التي يراها الاتحاد الأوروبي شو يا فن أوروبا دايما بيسموها الرشد الاقتصادي قررتها فرص الاقتصادي يعني مش فيها عواطف وبالتالي عشان هو يجيني هنا معنى ذلك أنه هو درس الاقتصادي بتاعي وعارف أن مصر هي أكبر مركز استراتيجي في المنطقة يمكن الاستفادة منه ليه؟ أوروبا تتاجه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة وبالتالي هنا أنا عندي النهاردة مصر عندها قدرة وقدرات مؤسسية كبيرة على أن يكون هناك طاقة جديدة ومتجددة النقطة الثانية مصر عندها النهاردة عندها قعدة على 7% أو 8% عايزة تتوسع في عايزة بنية تحتية هم كمان يقدروا يساعدون في البنية التحتية الموجودة الحاجة الثالثة أوروبا عندها شيخوخة وبالتالي محتاجة أيدي عاملة مهرة هذه الأيدي العاملة مصر النهاردة بتعيد هيكلة جماعتها عندنا النهاردة جماعت تكنولوجية وعندنا 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 إذن المورد البشر النهاردة أنا بعيد تهيئته مرة تاني وبالتالي في هذه الحالة هنا أوروبا من مصلحتها تتعامل مع مصر لسابين السابق الأولاني ما تتوافر به من مزايا السابق التاني لمصلحتها هي باعتبار أن مصر أكبر قوة اقتصادية في شمال أفريقيا تستطيع أن تحد من الهجرة غير الشرعية لأوروبا وبالتالي النهاردة ميوبا عندنا 10-12 مليون مصري مهاجرين في داخل الدولة المصرية وعايشين عيشة كويسة ليسولاجين وغيره أنا شايلهم عن أوروبا من هنا تأتي المصالح المنافع المشتركة والمنافع الأساسية التي يمكن أن تتعامل مع أوروبا إذن المؤتمر اللي حصل ده كمان حيثة مهمة جدا المؤتمر اللي حصل ده من يجيب لي الاستثمار سبت وخلال الأربعين سنة اللي فاته الحكومة لا يمكن أن تأتي باستثمارات مال مين يجيبه؟ المكتب التجاري أو الثقافي اللي موجود لنا في السفارة ده موظف يبقى إذن هنا لازم يكون القطاع الخاص بتاعنا أطلق العنان له عشان يعمل التفاقيات مع الشركات التانية ورجال العمال التانين عشان أبدأ أبني كيانات اقتصادية وقدرات مؤسسية له لأن الهدف النهاردة إن أنا اقتصاد النهاردة بما إنه بكر وريعي صحيح يبقى لابد إن أنا أحوله الاقتصاد التخليقي وفي نفس الوقت أشغل عشان هنا أنا عندي من قومات أوروبا لا يمكن هتيجيني إلا زكاة درسة معطلات الاقتصاد الوطني طبعا إلا لو كمان شايفة إنه مصر بوضعها يعني الجغرافي والجيوسياسي وكله قادر على إنه واجه بس الجيوسياسي والتاريخ وغيره لعوامل مساعدة وقويسة لكن المعطيات بتاعت الاقتصاد الوطني معطيات قوية صحيح وبالتالي في هذه الحالة إيه لي ينقصها بالاقتصاد الوطني؟ إيه المشكلة بالاقتصاد الوطني؟ المشكلة بالاقتصاد الوطني تتلخص في جملة واحدة التشغيل والتشغيل يعني إدارة يعني إيه فندم إن أنا لو قدرت أعمل إدارة جيدة وشغل المؤسسات الوطنية تشغيل جيد وشغل الجهاز الإدارة بتاعتها تشغيل جيد ستنتقل معدلات النمو من 3.5% إلى 7% طب هل هنا يعني نحن أمام أمل وعمل جديد إن شاء الله في حكومة جديدة يعني يمكن المجموعة الاقتصادية كمان في مجموعة اقتصادية وفي يعني كما تحدث دكتور مصطفى مدبولي النهاردة في الوزارة مجموعات وزارية في فرق عمل مختلفة في طريق التفكير في التعامل مع الاقتصاد هتكون بشكل مختلف كيف ترى؟ شوفي حضرتك النهاردة أنا تبعت مؤتمر دولة الرئيس وفي نفس الوقت كمان عجبني حاجتين إحنا الدولة المصرية قادت هنعمل شباك واحد من يام مبارك صح لكن أنا لم نفسه وقالوا هنعمل كارتة دهبة وبرضو ما نفسه إيه اللي حصل؟ إن إحنا عندنا بنشتغل في جزر منعزلة إذا النهاردة حل الجزر المنعزلة النهاردة دي؟ إن الناس تعد معهم إن أنا أعمل مجموعات وزارية وفرق عمل متعددة المهام صح وكل القرارات تبقى فرق عمل وأخذ بتجربة مصر في حل الأزبات بمعنى إن المبادرات اللي عملها رئيس الجمهورية خلال السنوات الأولى من حكمه من 14 إلى 21 هي اللي حدث المشاكل صح فبالتالي أنا النهاردة ما جيش أوز المشاكل صحيح زي فيروس سي ما قدرش أوزع فلوسي لأن أنا ما عنديش موارد أنا ما عنديش موارد موارد ضعيفة والأزمات الدولية كمان قليلتها يبقى إذا لازم أشتغل بأسلوب المبادرة بمعنى إن أنا حل مبادرة للتصنيع أعمل مبادرة للمشروعات الصغيرة أعمل مبادرة للمشروعات متوسطة بس يكون وفق رؤية وطنية بمعنى إن لازم تكون الحكومة النهاردة عندها تلات مؤشرات لازم تقولنا عليهم بمعنى إحنا والمنافسة اللي عشر سنين يجيين فين في التعليم في الصحة يعني إسرائيا هتبقى فين إيران هتبقى فين تركيا هتبقى فين وأنا هتبقى فين يبقى أول حاجة لازم أدرس المحيط الأجنابي بتاعي الحاجة التالت التانية توقعات الناس اتحاد الأوروبية توقع فيها إيه الدول العربية توقعاتها فيها إيه يعني بنكلم على العلم والعمل والأرقام الحاجة التالتة بقى إن العالم تحول يبقى أنا مش هقدر أغير العالم لكن أكيف معاه من هنا الثلاثة استراتيجيات اللي هو لو اشتغلت الحكومة عليهم إزاي ندرس توقعاتهم وندير فلسفة الدولة وفق توقعات الناس ونحدد طموحات الناس وتوقعاتهم باشتغباتهم الأمر التاني المنافسة اللي موجودة لأننا نعند أربع قوة إقليمية وعند 22 قوة منافسة القوة الإقليمية اللي هي إيران وروسيا وقصدي وإيران وتركيا وإسرائيل ومصدر بعض الخبار الموجودة في المنطقة لازم أعرف هم هيعملوا إيه وفي نفس الوقت كمان إيه التحولات اللي هتتم إزاي فضوء كده ببديل سفنتي عشان تكيف مع المتغيرات وقدر اختنص النهاردة الظروف كلها بتقولي إن مصر قادمة مع العلم اللي عالم الناس شايفة إن الوضع سيء أنا متفائل شويتين وبقول لا أنا كمان متفائلة بس عندي سؤال أخير قبل بس انتهاء الفقرة بريكس يعني بريكس هل هي أيضا من الملفات اللي حتشتغل عليها المجموعة الحكومة الجديدة خصوصا إنه مصر يعني من ضل الأزمات دخلت مجموعة بريكس وأيضا بنك التنمية في بريكس فهل ده ممكن يضيف أيضا يعني بقى فيه مساهمة أيضا المواطنة دي مش معاني دلوقتي وفيه أستاذ جامعة بسمعاني وطيب بس أنا واستفاة الاستفادة من بريكس تتوقف على قدرتي أنا هدل بريكس إيه؟ كل ما كنت عندي قدرة عالية على إني أد بريكس وأخذ منها هجيب سلع لكن إفرض أنا هيجيب أمح من عندهم بالزبط أنا أخذ أمح من روسيا هيجيب أمح حياخد جنيه تمونهم بيه؟ يبقى إذن في هذه الحالة هنا إذن في هذه الحالة هنا لأن ثبت في يام عبد الناصر التبادل التجاري سأت فأنا النهاردة مش عايز أنا عايز أبني قدرة المؤسسية النهاردة صح عشان أطلع إنتاج النهاردة عشان ما روسيا أقول لها عايز أمح تقول لي عندك إيه أديها مصنع أديها صناعة الصناعة عايز إيه؟ يبقى إذن عشان أستفيد من أي حد في العالم أبقى أنا قوي يعني التبادل يعني لازم يبقى عني حاجة قيمة أدهاله ما لم يكن لدي حاجة قيمة أدهاله يبقى أنا في هذه الحالة أضيف على البريكس ومش تستفيد منه وبالتالي الاستفادة من البريكس أو صندوق النقد الدولة أو أي مؤسسة تتوقف بها القدرة المؤسسية التي يمكن بس وجود ده يخليك أنت على طول تدور إنتاجك وتشتغل عشان تقدر زي ما حررتك أعتقد الملفات الصناعة وتصنيع حاجة زي كده وأعتقد أن هنا في حاجتين عايزة أقولهم أبنى ممشي أنه عندنا في حاجتين حصل تنمية بشرية وتنمية صناعية ده أنا برئيس وزارة وده أنا برئيس وزارة وأنا عجبني هذا التوازن معنى ذلك أنه إحنا دلوقتي هنمي الصناعة وهنمي البشر وبالتالي هنا بدخلنا حطينا رجلينا كخطوة على بلية الطريق لكن المشكلة لازم نوصل للطريق وأنا واثق أننا قادرون أكيد نحن قادرون أكيد كل الأمل والعمل قبل الأمل أكيد إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشواد في أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال عميد كل التجارة جامعة الزائزي سابقا أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشواد بعد فاصل قصير حنواصل الحديث مع حضراتكم فقرة أخرى نتحدث فيها عن التعليم عودوا إلينا يعني خليني أقول حضراتكم حاجة كده في القلب برضو عن الحكومة بما أننا بيننا تواصل ومكشفة كده بمنتهى الصراحة يعني كنت أتمنى يعني كنت أتمنى أنه عدد تمثيل المرأة كوزيرات يكون أكبر من كده شوي يعني يمكن في حكومات سابقة كان عدد الوزيرات أكبر وأكدت أتمنى أنه العدد يزيد لأنه لما نشوف الصورة حنلاقي أنه العدد قل لكن أنا عارفة كويس قوي أنه في عدد من النائبات اللي موجودين كنواب لأستاذ الوزراء وأيضا عدد من النائبات موجودين بالنسبة للسادة المحافظين ولكن أتمنى أنها تكون لمجرد الاختيار هذه الفترة ممكن ما كانش فيه الفرصة العدد لكن أرجو أنه يكون العدد بإذن الله أو أنه وجود المرأة وأنا عارفة كويس قوي أنه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني عنده إيمان كبير بالمرأة المصرية ويضعها دائما في المقدمة ولكن من امرأة وإعلامية كنت أتمنى أنه عدد الوزيرات الفضليات يكون أكبر لكن إن شاء الله في المرحلة المقبلة يكون أيضا المرأة تتقلت زي ما هي موجودة كمحافظة كوزيرة كرئيسة لهيئات تبقى موجودة بإذن الله أكتر وأكتر أنا حليت المشكلة فضفتي امرأة وسيدة فاضلة وحنتكلم في هذه الفقرة تحديدا عن البيوت المرأة بالذات المصرية أكتر امرأة تقدر تجاوب عن حاجات كتيرة بتعيش البيوت المصرية حالة من الرعب سنويا بسبب السنوية العامة بتمنى بتمنى حلم من أحلامي كده إنه السنوية العامة في ظل هذه الحكومة بإذن الله الجديدة ما نحسش بهذه المشاكل الكتير يعني وبالذات المشاكل مش بس في الامتحانات من أول يوم في السنة تسمع على طول فكرة سيبوا فلان عندنا سنوية عامة أو تلاقي الأم بقى مسكت راسها عندي سنوية عامة أو تحكي سيبوني سيبوني أنا مش معاكو أنا سنوية عامة وتغود شديدة جدا على الطلبة وعلى الأهالي وعلى الناس بشكل كبير جدا أو شعار بنرفعه عندنا سنوية عامة المفروض إنها سنة تعليمية وسنة حتى لو كانت يعني فيها بقى كلمة الفصل بأنه أنا هنتقل إلى الجامعة ولا نسؤل عمل تغير الوضع في الحياة تغير الوضع في العالم تغير يعني فيبدو إنه لازم نغير ده بكل الأشكال وما تبقاش هي مصير المستقبل كله لأن المستقبل ممكن يتحدد من قبل ما نوصل للسنوية يعني السنوية العامة تبقى بس سنة بنعدي لكن أنا أبقى عارف أنا رايح فين خليني أكمل هذا الكلام مع ضيفاتي الآن الدكتورة بوثاينة عبد الرقوف الخبير التربوي دكتورة بوثاينة مساء الخير مساء الخير اتفق مع الكلام اللي قلته؟ أه طبعا أكيد طبعا كده إحنا بقى سيدات مع بعض فرصة نقول اللي إحنا عايزينه أيوة طيب السنوية العامة هذا البعبع لنفسنا إن إحنا نتخلص منه وهذا التشكيل إزاي إزاي في ظل بقى حكومة جديدة ممكن تسمعنا إزاي نقدر نطلع من الحكاية دي يعني متبقاش السنوية العامة هي عنق الزجاجة دائما أولا كل سنوية طيبين طيبا أولا سنوية العامة مشكلتها ليه؟ ليه المشكلة العامة عاملة مشكلة؟ نظرا للنظرة المجتمعية للتعليم الفني والتعليم العام والتعليم العالي عشان يحصل لي أنا لمكانة اجتماعية وعندي خراق اجتماعي وعندي وظيفة ودي موروسة من الستينات لازم أخذ شهادة عالية خذ الجامع ومنذ الستينات بدأت المشكلة تظهر إزاي أما أصبح التعليم الجامعي مجاني قبل كده التعليم الجامعي كان غير كان مش بالمجان كان كل الناس بتخصنه يعمل بس اللي يكمل هو اللي عنده القدرة المالية أو اللي متميز فهيجدله منح وده موجود في كدول العالم عشان نبع عارفين الحقيقة يعني ما فيش حد بيدخل الجامعة بالحكومة بياخده زي قرده على حسابهم هم عشان يكمل دراسته يعني الدول القلة يعني الصين وروسيا اللي بتخلي التعليم مجانا في الجامعي لكن المعظم العالمي يعني فأصبحت دلوقتي الجامعة هي طموح كل الطبقات المتوسطة والأقل المتوسطة لأنها مجانية ومن هنا أصبح إيه الفايسل اللي خليني أبقى أنا تعليم عالي أو أنا معي باكريوس أو أنا بقى موضع جامد في الحكومة الزمانية الحكومة هتوظفني كمان لستيناء طبعا فكان سويا عام ومن هنا ابتدت مع مرور الوقت تبقى السنوية عامة هي البوعباب لا تبقى هي هي حياتي آه باب الحياة باب الحياة هخش منه أبقى راجل تعليم عالي معي باكريوس أو لسانت ولا هبقى مؤهل متوسط فمن هنا يعني عايزة أقول لحضرتك إيه حصل عملية تراكم مجتمعي تراكم مجتمعي إحنا دلوقتي محتاجين المؤهل المتوسط جدا جدا وخلينا نقول إنه إحنا نظرة المجتمع لازم ترجع تتصحح تاني يعني أنا بلاقي إنه كل أنواع التعليم فيها قيمة ما هي بس حضرتك المشكلة برضو يعني إيه بقى فيه بقى فكرة مجتمعية للأسف هي كلها ثقافة مجتمع صحيح ماهاش علاقة بولادي لا ثقافة مجتمع أصبح الثقافة مجتمع اللي يخش تعليم صناعي مش هيكمل تعليم عالي يعني مش هيبقى بقى خريج جمعة وخريج تعليم عالي فيبقى إيه تعليم متوسط وده ملوش مكانة اجتماعية والموضوع ده كل يعني اللي هيخش سنوية عامة فهيكمل فأصبحت مع الوقت برضو أصبح التعليم الفني عند وعي للمجتمع خلينا أتكلم على المستقبل ده تغير الآن يعني دلوقتي ما أنا أقول حضرتك بقى يعني هو تغير على الأرض على الأرض لكن في وعي المجتمع تغير يبقى أنت محتاجة مننا بتبصي لي طبعا كأعلام أيوة أنا مش بس بقول إعلام هو عايز تعليم في المدرسة توعية يعني كمان للأولاد أمور البيت الإعلام الدراما الثقافة يبقى كلنا بيعني فكرة فكرة العامل الماهر الصناعي المصري اللي تتلف في إيده حرير ده ما هي برضو القصة ده أنا دلوقتي كمان الصناعي أنا عندي بدلوقتي التعليم الفني ما بقاش زي ما حريك بتقول ببس تعليم فني الصناعي القديم الفكرة القديم لا ده أنا عندي مدارس تكنولوجية تطبيقية أنا خلاص الكلام ده يعني تعليم الفكرة القديمة المفروض تغيرنا أننا ننشره فبالتالي يبقى فيه منافسة ما بين المدارس التطبيقية الفنية أو السنوية العام بالضب فتهدى حالة السنوية العام وحاجة كمان مهمة قوي هي دايما ليه الناس كانت بتحجي مع التعليم الفني فكرة أنه ملوش تكملة دلوقتي ليه تكملة دلوقتي يعني هم ابتدوا بس لأسف أنا برضو أطالب الوزارة أنها تفتح أكتر معاهد عليا لكل نظم التعليم الفني يعني ما بقاش مثلا بس كليات الهندسة اللي هما تعليم فني صناعي لا أنا عايزة كل يعني كل الأقسام اللي فاتعليم فني يبقى عارف الطالب أنه هو لا إنت لو جبت مجموعة هتخش عادي كلياتك هتخش معادي هما بيخشوا بس بيعملوا معادلة ومعادلة صعبة زي السنوية العامة تبقى صعبة جدا برضو مسهلة وهو داخل الصناعية يعني خلينا نقول إن إحنا لو بنحط يعني أمام التعليم بنحط الملفات دي بنقول إن إحنا التعليم الفني ده نرتقي به زي ما هو بقى عظيم وبعدين إحنا عندنا دلوقتي كنا بنتكلم عن الصناعة وتوطين الصناعة عايزين عمال مهرة ويكونوا أسادزة ومتعلمين ويوصل ليبقى وعندهم مهارات تكنولوجيا طبعا طبعا صحيح أنت النهار ده لما تيجي الدوري على عامل تقولي أنا عايزة أسطى زي زمان في الأسطى اللي زي زمان ده عايزينه بقى متعلم أيوة ويملك مهارات تكنولوجية حديثة أنا كمان بقترح أتمنى ده يعني لو تسمحيلي يعني أكترح كلمة التعليم الفني خبرتها في وجدان المجتمع المصري مش حلوة في الوجدان ده تعليم صناعي فني لو حولناها لنسميها المدارس المتخصصة على أساس أنها يعني نضحك على نفسنا طب ليه ما نواجه لا مش نضحك يعني أصدقل أني ما هي فهم متخصصة يعني أنت حضرتك هل هي انت عارفة حلها إيه مش كلها صناع حلها إيه حضرتك فاكرة الكاتب العظيم أسامة أنور روكاشة لما عمل أرابيسك احنا عاوزين هذه النوعية ودي هنا برضو نشط شركة المتحدة عملت حاجات كتير يعني أنا فاكرة فيه مسلسل أعتقدت عمل الفنانة حنان مطاوع عن أنها بتدقى عن نحاس وكده وقد إيه هي لكن احنا عايزين هذه النوعية تعود فتعمل رأي عام في البيوت كمان آه يعني ما هو برضو برضو الناس بتبص للفن سعبة تبقى بتحسوا أنه حاجة إيه حاجة يعني خيالية آه خيالية مفصلة على المجتمع أنا إيدي في المجتمع احنا هناخد كل المحاور آه بقى بالزبط تبقى ثقافة وتعليم وفن وكل الديني على أرض الواقع الديني حضرتك إمكانية أن أنا ابني ده اللي دخل مدرسة تكنولوجية هيكمل تعليم عائل هيكمل معهد عائل هيخرج يشتغل على طول خلاص حضرتك مما تنفيذي ده على أرض الواقع مش ما عندي مشكلة حتى مش ما عندي مشكلة اجتماعية صحيح يعني زمان كمان يمكن لأن المدارس فاكرى حضرتك لما كانت تهتم بالخياطة والحياكة والاقتصاد فالبنات كانوا يدخلوا بسهولة جدا يعني بالظبط الاقتصاد منزلي كانت سنة في مدارس اسمها الاقتصاد منزلي منتهية وكانوا بيطلعوا خياطوا بيطلعوا يخيخياطوا بيطلعوا يشتغلوا في مطاعم وده موجود على فكرة موجود بس برضو ثقافة المجتمع بتقول إن ده تعليم متوسط وأنا كده بنتي هتشتغل حاجات محدودة لكن لو أنا قلتهم لأ ده أنت هتكملوا في قليلة اقتصاد منزلي ده أنتوا هتكملوا في معارض عليا حاجة هتبقى هحافظ ليهم بيبقى إذن إذن دكتورة بوسينة نحن نضع ملف مهم جدا أمام الحكومة الجديدة وهي فكرة بوعبوع السنوية العامة نحله إزاي عايزين المدارس المتخصصة أو المدارس الفنية تبقى عندها نفس القدرة وأعتقد ده ملف مهم جدا في التعليم وكمان السنوية العامة هنتكلم عليها بعد شوية إزاي نقدر نتعامل معاها بشكل أبسط من كده فاصل قصير نعود ونستكمل معكم الحديث الليلة أهلا بحضراتكم ما زال الحديث نتحدث عن السنوية العامة ونتحدث عن مش بديل نتحدث عن التعليم بشكل عام حتى وكان التعليم الفني ياخد وضعه أمام السنوية العامة بوعبوع بقى السنوية العامة هنعمل معا إيه ما هي الفكرة في إيه بردو زي ما قلت حضرتك البوعبوع ده المفروض إنه دلوقتي بقاش موجود ليه بقى؟ لأن زمان كان ما قداميش غير الجامعات الحكومية صح فأنا لازم ابني يجيب المجموع عشان يخش الجامعة غير كده دلوقتي أنا عندي بدائل كتير جدا عندي تعليم خاص وعندي معهد عليا خاصة وعندي تعليم أهلي وعندي كل أنواع التعليم اللي ما لا ترتبط بالمكتب التنصيق أو التنصيق بتحقق اللي من الجامعات الحكومية بس بردو لسه بابا ليه؟ لأن زي ما بقوله حضرتك المسألة ثقافة مجتمع وعشان تغيير ثقافة مجتمع أنت محتاج وقت طويل جدا حاجة تاني إن كتير جدا من طبقات الوسطى لسه عندها القناعة أن التعليم هو الفيصل الوحيد في الحركة الاجتماعية أو هو لازم ابني يبقى بكر لازم بنتي تبقى لسانس ما هو ما ينفع شي حتى لو يعني بكرس تجارة وتشتغل أي حاجة تاني بس هم معاه بكرس تجارة بمع الشهادة الشهادة العلي اللي هو خذ يشهادتك وعلي أي حاجة طيب خلينا ناخد الشهادة جنبنا وناخد يعني رأي كمان دكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة دكتور عاصم مساء الخير يا فندم مساء الخير يا فندم على حضراتك أهلا بحضرتك يا دكتور يعني يمكن بنتكلم عن التعليم خصوصا إحنا عارفين وإحنا في أيام السنوية العامة وما يحدث بقى في هذا المناخ وحالات الهيستيريا والبعبع الخاص بالسنوية العامة اللي بيبدأ من أول السنة وكنا بنتكلم على بدائل كمان مش بدائل إنه يكون كمان التعليم الخاص يظهر بقوة فتبقى الحالة أكثر هدوءا حضرتك رأيكي الحقيقة طبعا أنا بأيّة فكرة التعدد المسارات لما يبقى عندنا مسارات كتير وطرق كثيرة يمكن أن يسلكها الطالب ده بيخفف كتير جدا من الأعباء الملقاة على عاتق حتى الأسرة والطالب ويمكن وزارة التربية والتعليم كانت بتتبنى مشروع مهم جدا خاص بتطوير السنوية العامة وتعدلها وفقا لنظام المسارات لأنه طبعا إحنا متفقين أن السنوية العامة في كل البيوت المصرية بتمثل رعب للطلاب ورعب الأولياء الأمور وحالات من التوتر والقلق دائما مصاحبة لهذه المرحلة في كل البيوت المصرية ويمكن ده مرتبط لحد كبير جدا بمفهوم كليات القمة طبعا إحنا بدأ عندنا تحول كبير في هذا المفهوم وبدأ يتراجع نوعا ما في الفترة الأخيرة ويمكن الإضافة اللي وزارة التربية والتعليم هتضيفها بنظام المسارات المزمع إن شاء الله تطبيقه ده هيخلي برضو مفهوم كليات القمة يبقى مفتت هو مش هيقضي عليه تماما بالطبع لأن مفهوم كليات القمة مرتبط بنظام التنسيق واللي بيعتمد على مجموعة طالب في السنوية العامة فهيكون عندنا قمة لكن ممكن هذه القمة تبقى قمم كثيرة ومختلفة وليس قمة واحدة وبالتالي دكتور عاصم تبقى موازية كمان لسوق العمل يعني دلوقتي سوق العمل بقى محتاج أشكال تانية خالص وتعليم تاني ده في حاجة مهمة إن أصلا سوق العمل لم يعد قادرا على افتعاب الأعداد الكبيرة من خريج كليات القمة يعني برضو دي نقطة مهمة يجب أن يدركها الطلاب وأولئة الأمور يعني سوق العمل محتاج تخصصات جديدة محتاج تخصصات مواكبة للعصر نحن دلوقتي المستقبل كله للزكاة الاصطناعي والتكنولوجيا في كافة حتى القطاعات في وظائف في المستقبل مهددة تماما بالانقراض وفي وظائف هيحصل عليها تغييرات كثيرة جدا وتغييرات جذرية الصالب يجب أن يكون يستعد لكل هذا صحيح أنا بس عشان نستغل الوقت في وجود ضيفاتي دكتورة بوثينا سؤالي سريعا لحضرتك تعليق سريع عليه طيب يعني ماذا كمان يعني بما حضرتك يعني ودرستك علم النفس مشكلة التعليم مش بس مشكلة التربية والتعليم مشكلة البيوت كمان إزاي أقدر أنا أشتغل أنا كوزارة التربية والتعليم وكبيت مصري وكثقافة مصرية إيه اللي مفروض أعمله ما بين التلاتة علشان أقدر أغير الفكر بتاع أنه طالب السنوية العامة وهذه الهستيريا اللي بنشوفها النقطة اللي حضرتك بتتكلمي فيها يا فندم نقطة مهمة جدا لابد من التوعية من قبل وزارة التربية والتعليم ويكون في تعاون بين الأسرة وبين المؤسسات الثقافية والإعلامية والتربوية المختلفة ده شيء أساسي الأسرة بقى تحديدا عليها دور كبير جدا في أن هي تشوف ابنها صح يعني لازم نشوف ابنائنا صح قدراتهم إيه إيه اللي بيميزهم يعني لو أنا عندي ابني بيتميز في الأداءات العملية والمهارات اليدوية ده يكون ممتاز جدا في التعليم الفني والتعليم الفني دلوقتي فيه كليات ويقدر أنه يعمل ماجستير ودكتوراه كمان فيعني التعليم الفني لم يعود كما كان في السابق طبعا فأنا أشوف الأول قدرات ابني بس هو محتاج زقة اجتماعية يعني يبقى إيه تقوله يا ابني طب ما كملتش تعليمك العالي ليه يعني نفس الشيء طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة عاصم حجازي أستاذ علم النفس الترباوي بجامعة القاهرة دكتورة بوسينة قوللنا كمان حلول خلينا نحط يعني أفكار بما أننا أمام حكومة جديدة أمام رؤية جديدة دلوقتي أنا علشان أنجح في اللي حضرتك بتقولي قولي ليه لتخيلك وأنت أستاذة ترباوي بالنسبة للسنوان العامة والتعليم الفني كله بقى يعني إحنا أمام ملفات جديدة للتعليم بس أنا يعني أنا برضو لسه مصرة زي ما الدكتور قال المسألة فكرة توعية ثقافية توعية مجتمع أنا لازم المجتمع أغير ثقافته أغير تكتور الأقل مين اللي اشتغل؟ حديديني مين؟ قولي حتى 17 جهة أنا معك أنا بالنسبة لي اللي بيشتغل على المرأة بالتحديد مش الرجل يعني هو المفتاح زي ما أنت حرقه قلت هو المرأة اللي في البيت المرأة اللي في البيت توعية للأمهات في الريت أحنا نخاطب المجلس القومي للمرأة والأمه والطفولة برضو ده برضو يعملون يعني توعية أسر الثقافة وزارة الثقافة المسارح طبعا الإعلام ده يعني مهم جدا خاصة المرامج الخفيفة اللي بتبقى في بعض الوقت متخصص دي لازم يبقى فيه قناعة عند المجتمع أن التعليم لو أنت عايزة تخلقي رأي عام كامل يعني لو نخلع رأي عام بحيث المجتمع يتقبل كل الحاجات يبقى أكتر من الجهة كمان تشتغل هل مصر ممكن تنجح ويبقى عندها حلم مشروع زي مثلا الفلبين مشروع الممردة الفلبينية الأغلى في العالم أو زي الهند مشروع المبرمج الهندي بتاع الكمبيوتر الأغلى في العالم إيه المشروع العلمي اللي ممكن أخده وتبقى مصر كده ترفعه يعني هو لأنه عندنا زكاء إحنا عندنا زكاء وعندنا والله مستويات هيلة في الشباب وفي الطلاب الجماعات لو شفت الطلاب الجماعات بيبزروا مجهود قد إيه في بعض الجماعات وقد إيه متميزين هتقولي الكفاءات دي كلها فعلا بتروح فين هي الفكرة أن فعلا إتاحة الفرص لكل هذه الكفاءات أنها تنور في المجتمع هتبقى نموذج تحمس الباقي الشباب الباقيين أنا ما قطرش دي اللي حالك بتقولي عليه ده كان ممكن الأول كان ممكن مفاطرة دلوقتي ماينفعش ماينفعش عامل مشروع القسطة المصري البش مهندس العامل المصري المهر يعني حاجة واحدة قصد يعني العالم متعطش العامل المهر يعني أوروبا متعطش أفريقيا متعطش قصد مايفعش تتبني يعني زي زمانك ممكن تتبني الممرضة تتبني دلوقتي لا أنت عندك في المجال بقى مفتوح التكنولوجيا بتعلم كل الناس كل الناس قادرة على التخصص التميز بتاعك أنت إيه الإتقان صح الإتقان أنا هي مني الإتقان وأنا الإتقان ده بييجي من قناعة الناس اللي بتدرس واللي هما بيدرسوا يعني المعلم والطالب عنده قناعة والأسرة عندها قناعة بأهمية هذا التعليم لكن أنا شفت حتى سنوية العامة اللي أنت بتقول عليها بيموتوا نفسهم لو جيت قلت للأم والأب طب ممكن أمنك يا غيش وينجا هتقول أه مش مشكلة بس يجيب درجات يعني هما فكرة التعليم في حد ذاتها ملاش قيمة يعني إحنا مندور على الشهادة أيه مندور على الدرجة أنا حصلت إيه ولا أنا ذكرته يعني أنا زمان كنتوا بتخدى قوي من الولاد اللي بيجيبوا اللي هو الأرقام اللي كانت مية واحد فكرة ومية واثنين وقت حيث مية وثلاثة ده إحنا صمينا الكتاب يعني طبعا أكيد ناس بازلت مجهود بس فكرة أنه اللي همني المجهود هل دول تميزه؟ العلم اللي أنا أخدته العلم اللي أنا أخدته شكله إيه مو ده اللي أنا عز وصلاحة ديك زي ما أنت قلتي أن السوق متغير ما بقاش القدرة على الحفظ واكتساب المعلومات والمعرفة هو الفيصل الفيصل القدرة على التعلم أننا ممكن أخد تجارة صناعة زراعة مهندسة طب بس ما أطلع السوق ما لقاش الطب مثلا أو ما لقاش المحاسبين دول خلاص عارفة دكتورة بوسينا حضرتك وانتي بتتكلمي وإحنا بتتكلم أعتقد أن المائدة دي ممكن نفكر نعمل يعني جلسات وجلسات نقاش يكون موجود فيها زي حضرتك حد متخصص تربويا حد في التعليم حد في الثقافة إحنا ممكن نمثل الإعلام حد يعني عايزين حد يمثل الشارع المصري كمان بضبط عشان يبقى فيه الترامة واحد الكتاب أو المخرجين وأعتقد أنه دي تبقى مبادرة تغيير التفكير والتفكير إزاي أقدر أقدم يعني يعني أقدم التعليم بشكل مختلف يعني أو الناس تبص لي يبقى عندها قناعة أن التعليم لبناء الشخصية مش إن أنا أجيب درجة وسوق العمل سوق العمل محتاج إيه وبعدين نشتغل عليك السوق العمل متغير لكن لو أنا ربيت إبني على القدرة على التعلم أما يتخرج من أي كلية هيلقى السوق اتغير هروح يتعلم للسوق الجديد لأنه عنده قدرة على التعلم ولو يتعلم مدى الحياة أنا نفسي يا دكتورة هو يتعلم هو يعرف قبل السنوية العامة السوق رايح فين يعني أنا بعرف السوق رايح كده فيابني أنت تدخل تدرس فده اللي نفسي إحنا نعمله أنا مش كنت شكرا جزيلا بجد نورتينا ونتمنى إن شاء الله أنه مزيد من النقاش يحصل الحراك في الموضوع ده الوقت انتهى وناس عيدة أن إحنا رجعنا نطل على حضراتكم من خلال حكومة جديدة من خلال أمل جديد من خلال رؤية جديدة أنا دايما عندي يعني أمل في مصر كبير وعندي أمل كبير قيادة السياسية عندنا وعية وطنية محبة لهذه البلد ولكن لازم كلنا كمان نكون مدين إيدينا ماينفعش أبدا الحكومة مش بابا وماما أبدا لكن الحكومة هي مجرد إنها بتنفذ التحديات وبتحاول تحل لكن كمان المواطن لازم يمدي إيده والكل لازم كلنا نبقى في نفس المركب إحنا في مركب واحدة أكيد التاسعة يعني انتهت ليوم الخميس غدا تتجدد التاسعة ليوم الجمعة أما أنا ألقاكم الخميس المقبل بإذن الله والعمل والأمل ده العنوان الجديد أصبح على الفخير